بل أحياناً يعني قد أقول أنا على سبيل المثال هذا أنا وقلت في درس مثلاً من الدروس جاءني شخص وقال لي لو أن شخصاً شرب خمراً ولم يسكر هل ينتقد وضوءه؟ شرب خمراً ولم يسكر هل ينتقد وضوءه؟ أقول له لا لا ينتقد الوضوء من الذي سمعني؟ سمعني هذا أخونا هذا الجميل سمع كلامي لكنه كيف فهم الكلام؟ فهمه بالعكس أنا تكلمت عن نقض الوضوء بشرب الخمر لم يثبت أنه إذا شرب خمراً ولم يسكر لن ينتقد الوضوء فهذا الإنسان إنسان فهمه على قده يعني كما يقولون ليس فهمه بالفهم الصحيح للمسائل فأتى وذهب إلى شخص آخر ذهب إليك وقال لك أنا سمعت محمد بن شمس الدين سئل عن الخمر فقال إنها حلال هكذا فهم المسألة أنا قلت أنها لا تنقض الوضوء إذا لم تسكر هو فهم أنني قلت أنها حلال وذهب ونقل إليك الخبر لكن أنت تعرف أن هذا الإنسان إنسان غير متزن في فهمه وفي إدراكه للمسائل جربته جربته وعرفت أنه إنسان يعني قد يفهم المسألة يعني مسألة تكون هكذا مثلث يفهمها هكذا فتعرف أن فهمه على قده قد يكون إنسان ليس يعني بهذه الطريقة لكن قد يكون لا يفهم المصطلحة الشرعية لم يسمع شيخا في حياته لم يقرأ كتابا شرعيا في حياته لا يفهم بهذه الأمور بهذا المجال فتعرف أن نقله للأمور المتعلقة بالشريعة يعني لا يؤخذ به قد يكون شخص فيزيائي يفهم بالفيزياء لكن يأتي عند الشريعة لا يفهم الفرق بين أن الخمر لا ينقض الوضوء وبين أن الخمر حلال أو حرام حتى قبل الفترة شخص علي جمعة معروف يعني المصري ونحن هذا الشخص طبعا لسنا نرضى بعقيدته ولا منهجه ولا طريقته لكن الإنصاف وليس فقط الإنصاف بل أحكام الدين الرجل قال أن الحشيش ليس بنجس الحشيش نحن نقول أنه حرام وهو يقول أنه حرام لكن تناقل الناس الذين يبغضونه وقلنا أنا لا أرضاه لا أرضى منهجه ولا أرضى كلامه ولا أرضى طريقته لكنه هو لم يقل أن الحشيش حلال لم يمدح الحشيش لكن قال أنه ليس بنجس لأنه لا دليل على نجاسته لكن عندما تنقل الخبر تنقل بطريقة أخرى